احنا لما لعبنا زيزو المرة اللي فاتت مش هو المفروض اللي كان مطالب يعمل ده عمله ولما إمام عشور نزل هل عمله أتوقع أن حمدي فتحي لا ممكن يكمل وتحط محمد صلاح بقى في مركزه الأساسي كجناح مينين مش كشايدو سترايكر زي ما كان بيلعب المطش اللي فات ومصطفى محمد وشمال عمر مربوش ولا ترزيجية زي ما بدأ أعتقد ترزيجية وكده كده أيا كان مين اللي بيبدأ فالتاني بينزل في الجزء التاني حسنا شايفين دي طريقة دفعية أكتر من اللازم أعتقد أنت نزل تحترين المتخب غانا في وقت أن مصر أحسن من غانا دلوقتي أحنا أحسن من المتخب غانا ولكن حتى بالطريقة دي أنت عندك النني مش هيبقى بأدوار الدفعية كبيرة وعندك حمدي فتحي آه هو بيجيد الأدوار الدفعية ولكن نحنا بتشوف مع روي فيتوريا هو سجل ثلاث أهداف فبالتالي هو بيعرف أنه هو يطلع لقدام عندك النني لما بيحرك محمد صلاح ولا حيكون المحرك مش أنه هو بيقطع الهجمات لا يبقى حيبقى فيه جوانب هجومية كويسة مش أنه هو مجرد دفع ده في وجهة نظرية بالنسبة لمنتخب غانا متوقع إيه يعني هل درست تشكيلهم أو طريقة لعبة أعتقد هو محمد قدوس صبعا لو دخل أو رجع من الإصابة حيكون حيدخل في التشكيل الأساسي أعتقد أن جوردين آيو برضو طبعا هيكون من الأوراق طبعا صاحب الخبرة الكبيرة جدا يعني فأعتقد برضو حيكون من الأوراق الأساسية يعني فيه تشكيل منتخب غانا مش هيبقى فيه تعادلات كتيرة لأن الرادي هو ده القوام الأساسي أصلا بتاع منتخب غانا هم ما كانوش مرياحين لعيبة مثلا قدام كاب فيردي لا هو كان بس الإصابة لأبعدة قدوس والحارس المرمة طبعا ظهر بشكل مميز وأبعد أكتر من كورة فعشان كده أعتقد أنه حيكون نفس التشكيل اللي لعبه بيقى قدام كاب فيردي بس إصناق قدوس لو عاد من الإصابة خطورة منتخب غانا فين؟ خطورة منتخب اللي إحنا ما شوفناهاش فماتش الرأس الأخ دي حقيقة فعلا أنه هو كاب فيردي مش بس كسب هو كسب وكمان كان أفضل في المباراة وهو ده الشيء الغريب يعني المزلقة عدلت معنا وكان ممكن يكسبه بس في الآخر إحنا استهترنا ولكن كاب فيردي تشعر أنه كان الأخطر واللي بيهدد منتخب غانا أكتر غانا محتاجين نخرص على التصويبات من خارج منطقة الجزاء لأنهما بيوجدوا تصويب سواء جوردان آيو أندري آيو قدوس التلاتة بيشوتوا كويس جدا ومحتاجين الأجناحة طبعا بتاعتنا خصوصا أن محمد حمدي ومحمد هاني وعمر كمال الاتنين اللي لعبوا الماتش اللي فات ما ظهروش بشكل جيد دفاعيا فعشان أعتقد أن احنا محتاجين المراضي نحرص أكتر بكتير من الأجناحة اللي هي دايما بتكون خطورة غانا من ناحية طيب توقعتك إيه بقى نتيجة المطش؟ يعني أنا أتوقع وأتمنى أن يفوز منتخب مصر بهدف ما أعتقدش طبعا أن المباراة تكون مفتوحة يعني بين المنتخبين فأتوقع أنها تكون مقفولة جدا وحتتحسن بالنتيجة متقربة فعشان كده أتمنىها تكون صالح منتخب مصر بهدف يكون شيء جائي تتوقع الرأس الأخضر موزمبيك يوم الجمع مين إيكسا؟ أتوقع بقى المفاجأة هنا أن ممكن تعادل أو موزمبيك تعمل حاجة لأن كابفردي استنزفت في مواطش غانا وأن دلوقتي أنا متوقع أن هم في المعسكر بتاعهم يشعروا بـ النشوة؟ النشوة بقى فرصة تاريخية ليهم لو كسبوا موزمبيك يتأهلوا فرصة تاريخية لهم لو كسبوا موزمبيك يتأهلوا